أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة التحديات الصعبة التي يشهدها العالم وتعزيز مرونة الاقتصاد وكذلك زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المتتالية جاء ذلك خلال اجتماعهم مجموعة من ممثل الشركات صناديق الاستثمار العالمية لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية سواء في الأصول الثابتة أو في البرصة وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات مشددا على أن الحكومة تتبنى حاليا سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرية وزيادة نسبة مساهمته من 30% للتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ترجمة نانسي قنقر